البحث الثاني أسلوب المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري في القنوت الأستاذ الدكتور عبدالإله عبدالوهاب العرداوي يتفضل مشكورا إلى المنصة يتفضل الدكتور يعمر رحيم في تقديم نبذة مختصرة موجزة عن سيرة الباحث بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور عبدالإله عبدالوهاب العرداوي السيد الأستاذ الأدب الإسلامي في جامعة الكوفة كلية التربية الأساسية قسم اللغة العربية حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإسلامي عن رسالته الموسومة الشعر في كتاب واقعة صفين دراسة فنية من جامعة الكوفة كلية الأداب شغل العديد من المناصب الإدارية في جامعتي بابل والكوفة لديه العشرات من البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة أشرف على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه قوم العشرات من البحوث العلمية شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الأدبية أفضل بكتوراه بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين فمصلي عليهم محمد السادة الأكارم مع حفظ المقامات والألقاب سادة أعضاء مجلس إدارة العتبة عباسية المقدسة الحضور الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بعد ذي بد لابد أن نقدم الشكر الجزيل لما تقدمه العتبات المقدسة لا سيما العتبة العباسية المقدسة ممثلة بالمتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دامت بركاته بما يقدمه من نشاطات وخدمات عمرانية كما لاحظنا في هذا الفيديو يضاف له ما يقام من نشاطات علمية كبيرة وكثيرة تمثلت من خلال إقامة المراكز العلمية والبحثية والتحقيقية وهي متعددة وكثيرة من نتاجات هذه النشاطات العلمية أسبوع الإمامة والآن النسخة الثانية لهذا الأسبوع ومن حسن حظهم أن تتوزأ الإمامة بين هذه المراكز لكل منهم ينال هذا الشرف وكان لقسم التربية والتعليم العالي شرفاً أن ينال هذا الحظة بالإمام علي الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري وهنا لابد من تقديم الشكر الجزيل لهم ممثلاً بالمشرف العام على هيئة التربية والتعليم أستاذنا الدكتور السيد المبجل عباس رشيد الدد الموسوي كما لا يخفى الدور الكبير للدكتور حسن داخل الحسناوي ومعاونه مدير القسم ومعاونه حيدر العرجي والحضور الأكارم والأجلاء ممن كان له دور فاعل في هذا المؤتمر عنوان البحث سلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام في القنوط يعني سأعطي الخطوط العامة وإن شاء الله توفر الوقت يعني قد نعطي أمثلة عذراً يعني قد يحضر في الموبايل بعض الأمثلة وممكن أحلل بعض النصوص إن شاء الله سلوبية المستوى الصوتي في دعاء الإمام الحسن العسكري في القنوط يقسم البحث أو قسم البحث على مقدمة وببحثي المبحث الأول كان يهدف إلى التعريف بالمصطلحات الواردة في هذا البحث ارتكز البحث على مفردات رئيسة فيها هي اسلوبية المستوى الصوتي الدعاء والقنوط نعرس سريعاً على هذه المصطلحات وإن كانت يعني لا تخفى على جميع جزيات هذه المصطلحات الأسلوبية يعني من نقول مرحلة متطورة من البلاغات العربية لها أصل وأسس منهجية واضحة تدرس من خلالها في الكتب والبحوث والدراسات وحتى في الرسائل والآطار نجد كثير من المتونة التي تدرس وتأخذ عنوان دراسة الأسلوبية حتى قيل أن يصف أحدهم يقول أن الأسلوب هو الرجل نفسه فأسلوب الرجل هو طريقة في التنظيم وفي الحياة وفي كل شيء انعكس هذا الأسلوب في أصبح ميدان للدراسة الأسلوبية بمحتواها العام لها أطر منهجية واضحة أي دراسة قائمة تقوم على هذه الأسس وهو المستوى الصوتي المستوى التركيبي والمستوى الدلالي ولكل مستوى له أطر منهجية وتقسيمات وآليات يدرس من خلالها المتون في أيمة مكان في بحثنا اقتصرنا على مستوى واحد من هذه المستويات الذي هو المستوى الصوتي قد يسأل أي سأل لم المستوى الصوتي تحددا هل بمعنى أن المستويات الآخرى يعني ليس لها دور في هذا المقاف في هذا الدعاء لا قطعا لا لكن أسلوبية المستوى الصوتي في الدعاء لها خصوصية الدعاء دائما نعرف هي جسر العلاقة بين العبد وربه هي القدرة المهيمنة لله سبحانه وتعالى والذلة للعبد فهذا الجسر وهذا التواصل وهذا العلاقة بحاجة إلى ماذا إلى المديات الصوتية إلى الأسوبية الصوتية إذن هي أقرب كعلاقة أو كوشائج ممكن أن تكون في الدراسة لذلك كان الاختيار لاقو لاختيار اعتباطي وأنما هو اختيار قصدي بخصوصية العلاقة بين الصوت والدعاء إن كنت أتكلم عن الدعاء فالدعاء كمستوى آخر أو جزئية أخرى من أصل العنوان الدعاء معلوم لكل شخص خصوصية الدعاء وكتب كثيرة ألفت وكتب البزار المشهدي وغير وغير لأقبال الأعمال البنطاوس كلها يعني كتب تخصصة وذكرت مصباح وغيرها في الأدعية وثبتت هذه الأمور إذن الدعاء له خصوصية وهو مكتوب بهذا القنوط يعني أهل الفقوة أولماءنا ومشايخنا وسادتنا لا يعرفون أنه هذه من المستحبات في الركعة الثانية تكون بعد سورة الحمد وسورة أخرى فاله خصوصية في رفع اليد عاليا وضعها أمام إلى السماء أمام الوجه والقيام بدعاء مخصوص ليس مخصوص بدعاء معين محدد لكن هناك يقرأ دعاء معين هذا بمسألة القنوط بشكل العام إذن أصبع عندنا كمستوى أول كمبحث أول هي مصطلحات وهي واردة وواضحة للجميع لما هذا الدعاء نعرف يعني أدعية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هي كثيرة كثيرة وردت يعني حتى عند تصفحي لها أقول ممكن أن يدرس يعني يؤلف كتاب حوله يعني بعد جردي لهذه الأدعية ممكن انطلاقات بمستويات بالدراسة الأسوبة أو غيرها من المناهج هذا يمكن أن ينطلق بكتاب يعني يقع في قمة العطاء لماذا اختيار هذا الدعاء هذا الدعاء له مناسبة يعني هو أصلا الدعاء دعاء القنود هذا يسمى دعاء المظالم أو دعاء دفع الظالم له خصوصية يعني هو في مهجة دعوات ذكر لابن طاوس وربط بحادثة مهمة يقول عند مقدمة قبل أنه يذكر بتفاصيل الدعاء يقول أنه عامل يعني عامل المتوكل العباسي في قم يقال له موسى من بغي بن كليب بتفصيلات اسم كان شديد البطش على يعني أتباع أهل البيت في هذه الحقبة وحتى كان الأمر هو كان يقال كان يحفز ويدعو المتوكل إلى يعني المجيء إلى الإمام الحسين والقبة يعني في هذا سلام الله عليه في هذه المسائل فحس الشيعة بثقل هذا الأمر وهذا الاضطهاد فذهبوا إلى الإمام العسكري سلام الله عليه فقالوا يا إمامنا ماذا نفعل بهذا قال عليكم بهذا الدعاء فيقال أنه يذكر السيد بعد هذه المقدمة قبل أن يذكر الدعاء يقول ما استتم هذا الدعاء من قبل الشيعة الحسن الأسكري إلا رفع ورفعت هذه المظالم وقد ذهب حيث ذهب هذا المدعو موسى ابن بغي فإذن كخصوصية هذا الدعاء ليس في هذه الحادثة فإنما أنطلق أصبح كأنه دعاء لكل مظلم يراد به دفع الظلم عنه يدعو هذا الدعاء إذن أصبح فيما انطلق أكبر صاحب المصباح يقول أنه يجعله ضمن دعية القنوط في صلاة الوت بينما السيد بن طاوس لا يقول هو من ضمن يجعله من ضمن قنوطات المروية عن الأئمة سلام الله عليهم هذا ما يخص الدعاء وفضل الدعاء وأهميته وسبب اختياره تحديدا بالنسبة إلى المبحث الآخر على عجالة سيد رئيس الجنس يطلب الأمر بأن أضغط المسألة القسم الآخر أو المبحث الثاني تناول قضية تقنيات المستوى الصوتي أهم تقنيات المستوى الصوتي هو يشتغل على التكرار والجناس والسجع أهم التقنيات يعني ممكن توسع بتقنيات أخرى لكن في مقام البحث وحدود الصفحات اقتصرت على هذه المسألة وهي تقني ممكن التوسع في أمور أخرى نجد في التكرار الإمام سلام الله عليه يعني في التكرار يتناول جزيات كثيرة من التكرار تكرار الحرف تكرار الكلمة بتقنيات الاسم أو الحرف أو الفعل ثم تكرار الجملة بأنواحها جملة الفعلية جملة الاسمية واشوف الجملة ثم تكرار عبارة بمعنى أكثر من جملة في وقت واحد فضل عن تكرار تقنيات معهودة ما نسميه مثلا التكرار الاستهلالي يعني يكرر كلمة في بداية كل سطر أو في بداية كل فقرة ولا سيام لظة اللهم يركز على هذه المسألة ونجدها بكثرة مكررة أيضا المبحث الآخر كان عندنا كلام عن الجناس يعني الجناس بعمومة يعرفون أنه جناس تام والجناس غير التام الجناس أو الناقص ما يسمى الجناس التام دائما فيه كدل الذهن يحتاج فيه صنعة أكثر قد يكون قد يكون يعني الدعاء لم نجد فيه من الجناس التام أبدا قد يكون أنه هذه الروحانية وهذه المباشرة لا تحتاج إلى أنه أستعمل الجناس وأكذ الذهن لأتعب المقابل فكان ممكن أنه وجدنا الجناس الناقص بمستويات المختلفة هو تساوف الكلمات بين الكلمات الأخرى مع اختلاف بحرف أو يعني حرفين وبتقديم أو بتغيير أو بحسب تقنياته وكان له نماذج كثيرة أيضا موجودة ومن أجناس أيضا وجدنا الجناس الاشتقاقي الجناس الاشتقاقي أنه يأخذ كل لفظ بمشتقات الصفة المشبهة اسم الفعل أو الفعل بأزمنته المختلفة ومراعاة وتعاملة في النص أخيرا كان السجع بأصنافه السجع المتوازن المطرف والمرصع مع تداخل يعني أكثر من السجع في عبارة واحدة أيضا نجد تصنيف هذا المصطلحات وتعريفاتها أعتقد موجودة يعني قد لا يسعن الوقت ليعطي مساحة أكبر أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أحسن الباحث الكريم دكتور عبدالله بما أجاد به نفتح باب التحاور والتساؤلات حضور الكرام من كان لديه إضافة أو تساؤل حول البحث الموسوم أسلوبية المستوى الصواطي في دعاء الإمام الحسن العسكري في القنوت عليه السلام فاضل جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل الطيبين الطاهرين أنا أتقدم بشكر جزيل لجراء الدكتور على ما قدمه ولدي تساؤلان في الدراسة الحوزوية عادة ما يبدأ البحث ببيان محل النزاع ببيان محل النزاع كإصطلاح يعني فيما ذكرت ببيان المفاهيم الموجودة في العنوان ببيان محل النزاع من البداية حتى نتجنب الإشكال ويتضح يعني مراد المتكلم من البداية فقضية السلوبية والمستوى الصوتي كمفاهيم في البداية لم تتضح فهذا قطعا سيفتح باب للإشكال وربما لعدم الفهم هذا واحد الأمر الثاني أنا المشكلة اللي عندي أنه هذه الإصطلاحات الأسلوبية والمستوى الصوتي هي في النهاية يعني علم بديع هو علم البلاغة وعلم البديع الدخول في هذه الإصطلاحات يعني وكأنه تغريب علم البلاغة من أجل يعني مجارات علماء الألسن والدراسات الألسنية وكأننا نحن نسير في ركابهم مع أنه دراسة بلاغية يعني واضحة المعالم عندما يتحدث بها يتحدث بها بلغة عربية واضحة فأنا لا أدري لماذا يعني تقحم هذه الإصطلاحات ومن ثم تلجأ إلى أن تقول أن هذه القضية هي سجع وتكرار وجناس مع أنها إصطلاحات بلاغية صرف جزاكم الله الفخير والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين يعني شيخنا الجليل تعرف الدراسات الحوزوية والأكاديمية كل في محله وله خصوصية في الدرس يعني البلاغة القديمة يعني نحن لا نهجر ونجعلها تخترب هذه البلاغة القديمة هناك قضية مهمة يعني الغرب أخذوا ما عندنا وعادوا صياغته المشكلة لعدنا نحن بقينا على الإرث والتراث ولم نطوره أو نقيم نظريات جديدة هذا المشكل هذا المشكل شيخنا الجليل يعني كثيرا عندما تسمع الدراسة الأسلوبية هل تقول أنها نسخة طبق الأصل من البلاغة العربية لا لأن الأطر المنهجية الدقيقة الواضحة أكثر تجدها في الأسلوبية مثلا أكثر مما هي تجدها في الدراسة البلاغية لا يمنع أنه تقول لي أن الدراسة البلاغية ليس هناك منهج واضح لا البلاغة بحكمها منسخها الأدبي من الأثير أو منسخها المنطقي للتفتازان والقزوين وغيرهم كلها لها أصولها ولها تطبيقاتها ولها لكن الأطر المنهجية قد أقول لك اتضحت أكثر بهذه الدراسات التي في غالبها هي غربية يعني الآن الدراسات اللسانية المعاصرة لأقول لك لها جذور في اللغة العربية يعني أنها جذور عند علمانا في البلاغة وفي اللغة وغيرهم لكن هل أصلة كآليات منهجية فعلا عند العرب وهي عربية خالصة له ليس هذا الأمر الله شكرا لا تشاهد دعو جناب الدكتور أنا أقول لكم حادثة أحد الأكاديميين كان في محضر أحد المراجع وسئلة عن عنوان رسالته فقال أنا رسالتي في سيمياء اللغة فالمرجع في زمانه أنا كنت حاضر هذه القضية قال ماذا تعني بسيمياء اللغة فبدأ يشرح له سيمياء اللغة إلى أن وصل معه إلى جامع مشترك قال أنت تعني تركيب تركيب هذه الجملة وبدأ في بحث طويل عريض الآن الدراسات الأصولية يعني في الحوزة العلمية خصوصا في مباحث الوضع واللغة وصلت إلى مراحل كبيرة لكن مشكلتها الأساسية أنها موضوعة في كتب عصول يعني لم تعزل كبحوث أو أنه الشغل الأساسي مو شغل بلاغي لكنه ينتفع به في العلم يعني في استنباط الحكم فدعوى أنه البلاغة العربية وقفت عند حد وأنه لم تتطور وأن الغرب هم الذي طوروها الموضوع لا كأنه مختلف يعني أزيدك شيء شيخنا الجليل قضية السيميائية يعني هي أسوسها التفسير الإشارة اللي عندنا في التفاسير ترى هي هذه الإشارة والرمز وهذه الإشارة سيد عبدالعلى السبزهاري في تفسيره برسول الله بنفسه الزكية هو أولى وأحق من أعلى من قيمة التفسير الإشارة إذن هذه خصوصيات السيميائية أصولها موجودة لكن المعالجة اختلفت هذا الفرق شيخنا أنا دقيق فيك المعالجة في الآليات اختلفت أما أنه عدم وجودها لا موجودة السيميائية التفسير الإشارة موجود هذا في النصبة وغيرها جاهظ ما يشير إليها هي أساسيات السيميائية لو تتصدون حضرتكم الآن يعني ما ممكن تجارون يعني ما موجود في كتب الألسن أحسنتم شيخنا إذا سمحت لي يعني ليس في مقابل أتكلم عن نفسي أنا دست من يعني دراسة حوزوية منطقية عندي لكني قرأت المنطق وقرأت في علم الكلام لما لأنني أفت في دراسات اللسانية الحجاجية وجدت أشياء كثيرة وعكستها يعني كتبت أكثر من البحث في هذا المقام وهي أنه نجد في علم الكلام هذه ما نسميه الحجج ومدارج الحجج والسلم الحجاجي وجدت أصولها في علم الكلام موجودة يعني كثير ينسبون هذا الحق لديكرو اللساني هذا المشهور لكن وجدتها عند علماء الكلام أنا لا أقول أنا عذرا أن أقول هذه الكلمة عدت صياغة الأمر فقلت هذه الحجج ممكن أن تنقلب لا هي حجج ديكرو ممكن أن تكون حجج التي عندنا التي هي أساسها علم الكلام فقلت ممكن أن تكون الحجة القرآن الكريم الحديث النبوي أخوال الأئمة الأدلة العقلية السنن أدلة التاريخة كل هذه المقامات وطبقتها في بحوث ويعني حتى درست المناظرات الأئمة أو مناظرات العلماء الشيعة وفق هذا المنظور الجديد لدي حاولت صياغته بقدر الإمكان ومشرت في بحوث كثيرة في مجلات العتباس وعن العباسية أو الحسينية سنة شكرا للمداخلة الشيخ إذا كان هناك مداخلة أخرى فضل دكتور نعم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الأستاذ الدكتور عبدالله العرداوي جهده العلمي طيب ولكنه شوقنا إلى أن نستمع إلى نماذج من دعاء الإمام عليه السلام ومثل ما تعرف الإمام يقول ولو علم الناس محاسن كلامنا نتبعونا فهو يعني اكتفى بالتنظير وتحتاج الأذهان والقلوب إلى أن تسمع شيئا من قنوة الإمام الذي يظهر فيه هذه مثل ما عبر جناب الدكتور التقنيات الصوتية متفضلة دكتور لواء تعرف يعني عجالة اللقاء البحوث قد تدخل الأمر أو تجعلك تقهس حق أشياء أخرى النصوص موجودة لكن تعرف رئيس اللجنة أصر أنه الوقت الآن في كل لحظة هو يلتفت لي ويقول الوقت الوقت يعني الآن ما يحضرني لكن كنص فعلي يعني عذرا يعني أنا أتكلم من القضية الارتجالة الآن أحد أحد النصوص يعني مثلا في مستوى الصوتي في تكرار الحرف نجد في أحد المقاطع الصوتية يعني الإمام في دعاه يرتكس بشكل مباشر على حرف الدال نعرف في دراسات الصوتية أن حرف الدال هو صوت مجهور وفيه شدة تعرف كثير من الباحثين لا يقول هذه الدلالات وهذا المخرج وهذه الصفة ممكن أن تسحبها بطريقة أنه لي ما يعني التركيز على هذا الصوت مثلا في مقطعة أو في جزئية تصل إلى عشرين في كل كلمة تجد حرف الدال موجود ليس في نهاية الكلمة على ممكن أن تكون كجزء من السجعة مثلا لا في عموم المقطع فإذا هذا دلال ماذا ممكن الربط أن الدعاء هنا كان في هذا المقطع في مقام بيان قدرة الخالق فإذا بيان قدرة الخالق هنا بحاجة إلى ماذا إذا بحاجة إلى أصوات لها خصوصية القوة خصوصية الشدة خصوصية الجهر هذه مثلا موجود هذا وكثير من مثلا في لفظة التكرار الاستهلال يكرر لفظة اللهم دائما هذه اللهم هي نقول هي رابط لما يأتي بعدها فإذا التكرار هنا ليس تكرار صوت مثلا فقط وإنما تكرار ليبدأ دلالة جديدة يعني إشارات جديدة تقييمات جديدة ليبدأ كل شيء أحسنتم أحسنتم دكتور عبدالإله شكرا لما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر